فالقلق ده خلق مشروع وإحنا لما تكلمنا في الموضوع دوت مع يعني الأثيوبيين والسودانيين كنا دايماً بنتكلم على أن إحنا عايزين كلنا نخلي نهر النيل نهر للشراكة وللخير لنا كلنا وقلنا وأكدنا إن إحنا مش عايزين نخلي نحن لوحدنا إحنا عايزين نخلي الكل الكلام ده اتقال في جميع المناسبات وقلنا إن إحنا إذا كان زي ما بتقولوا إن السد ده هيوفر لكم التنمية من خلال الإنتاج الكاربة إحنا معاكم ومستعدين أيضاً نتعاون معاكم في كل شيء يؤدي إلى رفاهية الشعب الأسيوبي والشعب السوداني جنباً إلى جنب مع الشعب المصري ده كان كلامنا وده كان توجهنا أنا عايز أقول لكم على حاجة عمري أبداً أبداً إذا كان عندنا ثقة في الله سوماً في أنفسنا إن إحنا أبداً ما نبقى متصورين إن ممكن الهدم والتخريب والتدمير أبداً ده السسناء والبناء والتنمية والتعمير هو الأصل نرجع تاني فكان كلامنا دايماً نقول إن إحنا مستعدين لده ننقل خبرات ونتعاون في مشاريع الكهرباء وفي مشاريع الإنتاج الزراعي وفي كل شيء ونقدر إحنا لدينا في مصر النهاردة قدرات مختلفة وقلنا إن القدرات دي متوفرة لأشقاءنا مش بس حتى في أسيوبيا والسودان ده إحنا قلنا حتى لكل أشقاءنا في القارة الأفريقية ترجمة نانسي قنقر